مرات ما نحس إنه الوقت بيقعب سرعة مرات ما نحس إنه هالديقة كأنه أخذت خمسة رح نحكي مش عن الوقت وإنما عن قدية الوقت الساعة واتجوفة هنا السيدة سيمون تامر عضو مجلس إدارة تامر فخير وهي مسؤولة خاصة عن قطاع الساعات وضيفنا الأستاذ ميشيل بيزيا مدير أكاديمية أودمار بيغي الساعات المعروفة جدا من سويسرا ببينو بونجور بونجور هلو سيمون كيفيك؟ ميحا اليوم موجودين معنا لنحكي عن الماستر كلاسز يلي أودمار بيغي عم بيقدمون لزبونتكم زبونت هالساعات المميزة جدا أول شي مبروك البوتيك يلي رجعت نفتحت كانت مفتوحة بالحرب بالسبعينات سكرت دمرت بالحرب ورجعت وفتتحتها من سنة تقريبا أول محل أودمار بيغي بالشرق الأوسط وهو كمان تاني محل بالعالم كله نفتح بالسبعينات بالحرب بلبنان وهلو عم نرجع جعنا فتحنا محل التاني بكانون الأول من هاديك السنة واحدة في بيغية الإعجاب والفيذية نعم بيزيا محل التاني بيزيار اسم طبعين 기를 أولا الآن لا أولا هناك ربعه الكثير من أول المناتجم iterين وهو من سنة تتجمع صحيح الشركة تتعرفون بقاء على انخفض الحالية بلدفع العمل ند Gayصلة يشبك في بابة انخفضت للعب الطب ويشنص من اخفضت لك تشد منتقطه لكментه أمم لا تشدية وعن نظر بقية انتساء محصول بيطر حيث انتكشف محصول بكذا عليك البداية فقط تنتظر الموينيطاننا ننزل فقم اشترك سواء تعشفين منع الماضي داخل بلاد تشد مدفع ماهن الحالي وحطان رحل يشفي امان يشفه لكن ماستر كلاس الأول مرة للناس اللي بيحبوا يعرفوا أكتر عن هالساعات ساعات نعرف أنه غالية ساعات حلوة كتير ولكن شو اللي بيخليها تكون تمينة شو اللي بيخليها تكون مميزة مثل ما كنا عم نحكي مش يعني مش بدرور الإلماز والدهب وإنما الميكانيزم كله والتحضير بقلب الساعات عا كل حال جابلنا collection راح نشوفها سوا و راح يفصلنا شوي شو اللي بيعطي إيميل هالساعات جو بروبوس دمونتر امتي با أنو تليس بكتاتور ما أعطيم رو أبية مهمتك؟ شكرا جزب أنه ليس لم يتلقين أيضا من الت API وكانه ليس ليس لطواطم نحكي لكن ليس لطواطم نحكي ما أعطي مهمتك ومهمتك وطواطم نحكي بأين عم بأم نحكي أمجم كما أم جل الأمجم على أنفس هذه المغمات ونحن نحن في سنة الوقت كما أسمى الجدورية لتأكدها إنه الفرن يمكنك أن نفتحه في مكانيزم الجدورية ومعنى أولئك بأن ترى لهم هي أن نفتحه في هذه الأمور ولكن لدينا أيضا، لدينا أشياء توجد منه ممتزين أو أن نفتحه على ثم أو أن نفتحه في مكانيزم الجدورية وأن تجد منها لأنها تجد فرحة من المكانيزم إلا أن تقل نعم الذي يتسجيب أن ينزل أبطىل أدام المعارضة إلي ليس جديد أعني الأشخاص إليها لها مرة أو دева مرة أو برسوسة سلسلين في قبل ولها تتاجها بسيارة مرة أحسنية فمالت Reed أودمار بيغي لكن شركة عائلية من 140 سنة و بعدها ضمن العائلة شمال جنيفا بسويسرا بيشتغلو كل الساعة بسويسرا كل شي معمول بسويسرا كلو شغل إيد شركة معروفة جدا ساعات تمينة و عم بفصلنا ليش هنة يعني ليش هنة تمينين مش بس لأنه فيهم بعض البروكورتيز و إنما لأنه فيهم شغل الماستر كلاسيز رح يقدمون بتصور كنت عم تقولي لسيمون إنه كان في صف من ثلاث يام في صف بارع وصف اليوم هلأ دعوة منا عامة من ناحية إنه ما في وقت وإنما خاصة كمان للزبونات يلي عابلهم يعرفوا و عابلهم يتعلموا أكتر عن الساعات اللي بيشتروها مازبت الدعوة هي لزبوناتنا و للناس اللي هي بتهتم كتير بالساعات الكوليكسونير متمطح في لبنان في كتير كوليكسونير ساعات ساعاتية شي كتير يعني هي مهم للبناني للقلائم اللبناني وهالدعوة هي لالقلائم سابقونا اليوم بيبلش الصف خمسة ونصب خلاص تسعة سو فيه كونسسنسي كتير بالالانفورميشن اللي عم نعطيها بهالصف فينا نقول إنه إنه بيس بيس بارت إنه بيس بيس بارت يعني متل ما في ناس بي تجمع تابلويات في ناس بتجمع ساعات لأنه مش بس يعني لأنه شغلة ونظفة الموفمت تبعه مصبت كل آيتم بقلب الساعة كل آيتم بقلب الموفمت إز داكوريت باي هاند شغل إيد بس كمان زيادة عن إنه قطعة قطعة القطعة فيها داكوريشن بالزيت وهيدا هو الفرق الكبير بينهم وبين غير مركات ساعات يعني حتى اللي ميكانيزم يلي جويتا معمول بشكل محلة وفني أقل الباراغين أصغر الباراغين و ألا آيتم بقلب الساعة اللي هو مرات بدو واحد لوبتا يقجري يقشعو هيدا كمان إتس داكوريت باي هاند هم sizing بعد الأم dallية التي تناتهات من هذه المستمدلات؟ م utmost أم المتاسم 1 المتاسم يجحون على الهوالك موسيقى 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 مرات كرميل ساعة واحدة عندما كان الأحيان هل تفع tumbذهب على هذا اليوم الديمهار عندما تنظرون في العديد قبل أن تنتهي ما هذه المانتكة سنتهي أحضر وهو قولنا بقديم يدرسي على الرجال في السنية لدينا ن Lowen TB مقدم انا بسببار انتخل في موعدة كما يرام للشميل بسيطة حتيتك نمنا بتكامل من بالفاعل ذلك من قلتها يمع لذلك أصدقائه هو ساعت الكثير من العمل من البلعارة ومن خلصان طاقة يوجد لذلك كهي ساعتني ومن خلصاتنا نجال أنه يجعلون كثيرا من خلصان طاقة تبع لطاقة نظر لطاقة على الرحلة ومجرد مجرد طاقة ومن خلصان طاقة أيضا هذا الفلن في النجاج في ذلك الآن على القرص وفي حالة ميكايل فقد اشتغلوا بمشاركة مايكل شومخر بطل فورميلا 1 بدأوا يشتغلوا سواليا من خمس سنين وكانوا طلب خاص انوا يدرو يعملوا يحسبوا اللعب تبعا برمت السيارة على الفورميلا 1 سيركت وهشي تام أول مرة بشكل ميكانيك يعني مشي إلكتروني على سعر Pour revenir un petit peu au modèle, donc vous avez un modèle en main Alors j'ai un modèle en main, j'ai volontairement choisi celui-ci parce qu'il a une esthétique plus contemporaine, un peu moins traditionnelle que le précédent et je souhaitais vous le montrer par exemple pour illustrer une des choses qu'on explique en fait aux clients lors de ces masterclass cette pièce circulaire et blanche qui est sur la montre s'appelle la lunette et ici elle est en céramique la façon dont on travaille la céramique chez Audemars Piguet est bien particulière puisqu'on sculpte la céramique, on ne la moule pas ce qui fait qu'en fait pour fabriquer ce simple composant là, il faut 8 heures si on le fabrique en acier, il faudrait 45 minutes donc en fait ça explique que le prix de revient d'une lunette en céramique est en fait aussi élevé que si la lunette était en or, certi de diamant voyez quand je vous explique que ce qui coûte cher dans une montre, c'est le travail je vais te rajouter un petit peu ça, je vais te rajouter un petit peu ça, c'est une bonne المطاعة البيضة المبرومة اللي اسمها اللاليونات بالفرنسوي معمولة من السيراميك السيراميك مش مصبوب إنما سيراميك منحوطة بتاخد ثمان ساعات يعني كانت أخدت أربعين ديئة لو كانت معمولة من الحديد مثلا وقيمت هالشقف من السيراميك لوحدة قد لو كانت دهب مطرزة الموز فإذا اللي تشوفوا كيف التفاصيل تفاصيل ديئة بتخليس ساعاتي خود إيمة مش بس منوارة اللي موجودة فيها وإنما أدب بحب تو وقت أدب بحب تو أفرد et pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on met tellement d'efforts dans une montre ? Pourquoi on met tellement d'efforts alors en fait je peux si on a deux minutes je peux vous donner une anecdote en fait vous raconter une histoire qui est en fait l'origine de la décoration du mouvement parce que le mouvement c'est le moteur c'est ce qui est à l'intérieur de la montre donc vous pouvez très me demander mais pourquoi on consacre autant de temps à décorer quelque chose qu'on ne voit pas en fait l'origine de la décoration au mouvement est religieuse en fait ce que peu de personnes savent en fait les horlogers suisses sont des protestants d'accord sont de confession protestante et dans la religion protestante la réussite individuelle est un signe de Dieu Dieu vous a choisi et donc vous réussissez donc si vous voulez réussir vous devez fournir un travail que Dieu jugera bon et donc il vous confèrera la réussite et il vous choisira donc en fait l'horloger pour être élu par Dieu et réussir il doit fournir un travail parfait et donc il doit son travail doit être parfait partout dans ce qui se voit mais aussi dans ce qui ne se voit pas donc en fait il va parfaitement décorer le mouvement qui est à l'intérieur de la montre personne ne le voit mais Dieu voit tout donc Dieu verra le mouvement et si l'horloger a fait un bon travail de décoration sur le mouvement il le choisira le livre c'est là il y a bien sûr que les sciences de l'aube sont des postes de la vie il y a bien sûr que les sciences de la vie les sciences de la vie il y a bien sûr que les sciences de la vie وبيعتقدوا أنه لأنه الله بيشوف كل شيء وقالله بيعطيون النجاح لما يكون الشغل مزبوط فإذاً هن بالنسبة لإلون بيشتغلوا لآخر التفاصيل حتى الإشارة لما بتبين تكون معمولة بشكل نظيف وحلو وبشكل أنه لأنه الله راح يشوفون يكون دقيق وقتنا خلص سيمان كلمة أخيرة نقول للمشاهدين يعني اليوم الساعات بلبنان بأنه عنا كتير فانز of the brand مهمة كتير يعرفوا شو في قلب الساعات اللي عم يشتروها مزبوط أنه الماركة مهمة بس كمانا يعرفوا the heart of the product اللي هو الشي كتير مهم لكن تأمل جروب ياللي اشتغل على ياللي عم بيقدم هالخدمة لازباين هالساعة السويسرية العظيمة مرسي لاليك سيمان تامر لهالزيارة ميشيل بيزيا مرسي pour ces информations نحن مرحبا من المتابقين مرحبا من المتابقين بعض نفسها لدينا مشكلة المتابقين هالكمساء على واحدون يمتون أكثر من مليون 200 ألف دولار لا تشوفوا قديش في يعني إشياء صغيرة هيك بتاخد إيمة عظيمة تريبو تخباي مرسي دات فاسي واتتخي بيانتو شو رأيكم نعمل وقفة مع إيتيكات بعد هالبريك